نقول لكل من يريد الإساءة إلى هذا المذهب إلى هذا الطريق الطاهر الشريف بأنه نحن أبناء الحسين مشاريع استشهاد في سبيل هذه العقيدة وهذا الدين الحنيفي إن شاء الله منذ طفولتي، منذ نعومة طفولتي كانت هناك مجالس عزاء شبه سرية في أعظم البيوت ولكن بشكل سري لأن النظام البائد كان يمنع هكذا مجالس ولكن كانت تقام هنا وهناك ولكن ما كانت بهذا الشكل ولا بهذه الكيفية الحمد لله بعد السقوط الطاغية تأسست مواكب عديدة تلعفر تجاوزت 350 إلى حدود 400 مواكب حسيني الآن في مدينة تلعفر تلعفر تجاوزت 50 إلى حدود 400 مواكب حسيني الآن في مدينة تلعفر تلعفر تجاوزت 50 إلى حدود 400 مواكب حسيني الآن في مدينة تلعفر تلعفر تجاوزت 50 إلى حدود 400 مواكب حسيني الآن في مدينة تلعفر